كلامنا ببينتهيش لأننا في بلد قررت تكتب تاريخها على أرضها فسمت شوارعها باسمه عظمائها وقبطالها علشان تفضل الناس فكرهم على مر الزمن يلا بينا نعرف حكايتنا النهار هو شارع عبد الحميدة بوهيف أول مصري يتقلد أمادة مدرسة الحقوق المصرية سنة 1922 واللي يعد من رواد الكتابة القانونية في مصر الحديثة واللي بينتهي نسبه إلى الأشراف من ناس للرسول عليها أفضل الصلاة والسلام له شارع مهم باسمه جنب محكمة مصر الجديدة وباين أن الشارع ده مكتوب له يكون مقر للأسماء الكبيرة في تاريخ مصر فبالصدفة البحثة بيسكن الشارع ده فرع كبير لأحد أكبر العائلات المصرية وهي عائلة الشمرلي المعروفة اللي يمكن مفيش بيت في مصر يخلو من مصحف مطبوع في مطابع الشمرلي وعالمتها المضيقة في عالم الإخلاق والرياضة أخويك كبير ومثل الأعلى كابتن شريف الشمرلي أحد أهم اللاعبين والمدربين في رياضة الكرة الطائرة العربية والعالمية بدون منازع وعلى مسافة كبيرة من أي حد تاني في مجال الإدارة الرياضية عمتا هو صاحب المقام الرفيع عبد الحميد بيك إبراهيم خليل أبوهيف عالم حقوقي مصري اتولد في اسكندرية لعائلة هشيمية ونشأ وتعلم فيها بعدها التحق بمدرسة الحقوق بالقاهرة ثم جمع التلوز بفرنسا بعدها اشتغل بالتدريس في مدرسة الحقوق المصرية وتعين مدير لها سنة 1922 فجعل أكتر درسها بالعربية بعدين تم تعينه مدير لدار الكتب المصرية سنة 1925 وصفوه بأنه كان وديع الأخلاق كريم النفس ذاك الفؤاد بشوشت طلعة طاهر القلب لين العريكة أديب بكل معنى الكلمة وعالم قانوني متضلع عادل الحكم محبوب عند عرفيه ما هي بالجانب ذو أثر خالد في جميع أعماله اتوفى سنة 1926 عن عمره 38 سنة بس لكنه ترك وراء إرث كبير من المؤلفات في القضاء والقانون وترجمات حقوقية عن القانون الفرنسي وكان أول مصر يعالج التأليف في المباحث القانونية يمكن نكون خلصنا حكاية النهاردة لكن مصر حكاية كبيرة عظيمة ما بتنتهيش سلام ترجمة نانسي قنقر